اهلا بحضراتكم من جديد الأهل سيلاعب فريق أبو قير للأسمدة بشكل رسمي يوم السبت 21-11 على استاد الجيش بورج العرب الساعة 5 مساء الزمالك سيلاعب أيضاً أفسي مصر على استاد السويس الجديد الساعة 8 مساء برضو في نفس اليوم يوم السبت 21-11 كمان الدور قبل النهائي حتكون موعده كلتالي يوم الثلاث بإذن الله 1-12 الفائز من الزمالك وإفسي مصر حيلاعب طلاع الجيش على استاد الجيش بورج العرب الساعة 5 ويوم الثلاث أيضاً الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير الأسمدة حيلاعب الاتحاد على استاد السويس الجديد الساعة 8 مساء والمباراة النهائية اللي نتمنى طبعاً أن يوصل لها النادي الأهلي بإذن الله وكماننا نتمنى أنه يفوز باللقب هتكون يوم السبت 15 حيكون ما بين الفائز طبعاً من 29 وفائز من 30 يعني اللي حيوصلوا في المباراة دي هم اللي حيلعبوا على استاد القاهرة الساعة 8 بالليل في مباراة تحديد بطل بطولة كأس مصر طبعاً النادي الأهلي مركز في كل البطولات أنت عندك الأهم دلوقتي اللي جايلك مباراة أبو قيرو الأسمدة عايز تعدي الدور ده عشان توصل الدور نصف النهائي ومن ثم تركز بقى لمباراة الزمالك يوم 27 من شهر الجاري في بطولة دورة أبطال أفريقيا ونهائي هذه البطولة المنتظرة بإذن الله تعالى رغم المواجهة اللي حتكون صعبة وقوية بكل تأكيد مع فريق كبير زي نادي الزمالك وبعد كده إن شاء الله يبقى عندك تحدي آخر وحسم لقب بطولة كأس مصر وحيبقى شيء جيد جداً لو الأهلي نجح بإذن الله تعالى ويكون موفق في أنه يفوز بالسلسية هذا الموسم بعد تحقيق بطولة الدورة المنتظرة نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة كمان من دبن الأخبار المهمة لتحدي الدولي لكرة القدم أرسل خطاباً جديداً للتحدي الكرة المصري بيشدد فيه على ضرورة الالتزام بعقد جمعية عمومية لإكرار مشروع اللايحة الجديدة للتحدي أنتم عارفين حضراتكم أن الفترة الفاتج كان فيه يعني خطابات متبادلة ما بين الاتحاد الدولي للكرة القدم واللجنة الخمسية اللي بتدير اتحاد الكرة واللي كان من أهم الأهداف اللي هي جات عشانها أن هي تعمل ليحة جديدة يمشي من خلالها للتحدي المصري خلال الفترة اللي جاية فالنهاردة خطاب رسم جيم الفيفا بيقول لهم يا جماعة بعد إذنكم إحنا بنأكد عليكم أنه قبل نهاية الشهر ضروري جداً أن أنتم تكونوا عملتوا جماعية عمومية تكر اللايحة الجديدة اللي تم الاتفاق عليها ما بين الفيفا واللجنة الخمسية فحتى الآن مش عارفين انتحاد الكرة حيحدد المعادة إمتى لكن اللي أكدوا عليه الفيفا أنه لازم يكون قبل نهاية الشهر زي ما حرقكم كمان عارفين أنه كان فيه تأكيد من الفيفا من شهرين تقريباً على أن لازم يكون فيه انتخابات جديدة للاتحاد المصري للكرة القدم أيضاً قبل نهاية الشهر بحد أقصى يوم 30 من الشهر الجاري شهر نوفمبر برضو حتى الآن انتحاد الكرة ما حدتش أي أمور رسمية أو أي مواعيد رسمية سواء الجامعية العمومية الخاصة بإقرار اللايحة أو حتى الجامعية العمومية للاتحاد المصري للكرة القدم لانتخابات الجديدة طبعاً فيه سياق آخر أو كلام آخر بخصوص انتخابات تتبقى سنة ولا أربع سنين ولا الكلام من ده على حسب القانون المصري وهل يتماشى مع الاتحاد الدولي أو الاتحاد الدولي واللوايحة وتتماشى مع القانون المصري يعني فيه لغاة في الجزئية دي وتصرحات من اللجنة الأولمبية وتصرحات من مسئولي الاتحاد الكرة وتصرحات من الفيفا لك هنشوف في الآخر القصة هتنتهي على إيه لكن ده كان خطاب مهم ومفروض يعني اتحاد المصري أو اللجنة الخمسالة حالية خلاص في آخر أيامهم بخصوص إدارة الكرة المصرية وما كانوا جم وتولوا المسئولية بعد رحيل المجلس السابق اتحاد المصري وكرة القدم في أعقاب الخروج من طولة الأمم الأفريقية جم شهر 8 قبل اللي فات وتم التمديد ليهم لفترة كمان بعد مختلف الظروف اللي مرت بها الكرة المصرية بفترة اللي فاتت والعالم كله بسبب كورونا وهذه الأمور فبالتالي في انتظار إعلان اتحاد الكرة عنه وعيد نهائية ورسمية لإكرار اللايحة ولانتخابات جديدة بإذن الله لكن الفيفا يعني عايزين بيأكدوا يعني زيادة في التأكيد